القناة الإخبارية الجديدة صوت الشاب الأمنيات للممرات المؤدية إلى الحي تمكن المستجبون لنداء التظاهر من الوصول إلى نقطة التجمع التي استقبلت المتضامنين مع معتقل حراك الريفي المحتجون الرفع وشعارات مطالبة بوقف المقاربة الأمنية المعتمدة وإطلاق سرح المعتقلين بالموجودين بكل من سجن عكاش بالدار البيضاء ومقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسجن الحسيمة وأجمعت مداخلات لنشطاء الحراك على ضرورة إطلاق جميع من توبع وقضائيا على خلفية الحراك مشددين على أن المتابعات القضائية في حقهم باطلة ووجب وقفها صور ناصر الزفزفي أيقون الحراك ومقتطفات من خطاباته كانت حاضرة بقوة خلال المسيرة التي دامت ساعتين ونف فقد شدد المتضامنون على أن الدولة أخطأت باعتمادها المقاربة الأمنية ودع الغذبون إلى مواصلة الإضراب العام بالحسيمة ونواحيها وذلك للضغط على الدولة من أجل تنفيذ المطالب المرفوعة وعلى رأسها حرية المعتقلين وقد أعلن النشطاء عن أنهم سيواصلون الخروج إلى الشارع مؤكدين توجههم نحو التصعيد في حالة استمرار الوضع قبل أن يعلنوا نهاية شكلهم الأحتجاجي على وقع شعارات تطالب برفع العسكرات والتنمية الحقيقية وعاشت مدينة الحسيمة يوم أمس الخميس على وقع أضراب عام دعا إليه نشطاء الحراك حيث أغلقت أغلب المحلات التجارية أبوابها وهو الوضع الذي قيل أنه سيستمر لمدة ثلاثة أيام إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب والاشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك صوت الشعب